هنا القاهرة الإخبارية أهلا بكم معنا في هذه التغطير المستمرة المباشرة معكم نتابع فيها آخر ومستحدثات الأوضاع في لبنان أليس هذا الإرهاب بعينه والأصبح المطلوب اليوم إبادة؟ في التفاصيل حيث أعلن جيش الاحتلال تنفيذ ضربة المحدثة الأهداف في بيروت يأتي هذا بينما أفادت وسائل أعلام إسرائيلية نقلا على المسؤول بجيش الاحتلال أن الغارة قد استهدفت قياديا في حزب الله من جانبه نفى الحزب ما تردد عن اضطيال القيادية علي كاراكي مؤكدا أنه في مكان آمن لم يصف الغارة على الضحية الجنوبية هذا وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن طاران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية مكثفة على عدة بلدات وقرى في الجنوب اللبناني وفي البقاع وبيع البك أفادت الوزارة في بان الله بأن هذه الغارات أصفرت حتى الآن عن سقوط أربعمائة واتنين وتسعين شهيدا مشيرة إلى أن من بين الشهداء خمسة وثلاثين طفلا فضلا عن ثمان وخمسين امرأة فيما بلغ عدد المصابين حتى الآن ألفا وستمائة وخمسة وأربعين مصابا وينضم إلينا مباشرة رمش بجنوب لبنان مصطفى عبدالفتاح مراسل القاهرة الإخبارية أو حيكا مصطفى الاحتلال الإسرائيلي يشن مزيد من الغارات فيما يبدو أنه يشن حتى الآن فيما قالت التقارير الموجة الخامسة من الغارات على مناطق متفارقة في الجنوب اللبناني لديك في المنطقة التي تتواجد فيها الآن كيف يبدو الوضع وآخر التطورات بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن منذ دقائق معدودة عن شن الموجة الخامسة من هذه الغارات التي بدأ تنفيذها من يوم أمس على مدن وقرى وبلدات الجنوب اللبناني بكثافة هذه السلاسل من الغارات المتعددة التي بدأت منذ الساعات الأولى لصباح الأمس واستمرت حتى منتصف اليوم بشكل عنيف وبعد ذلك كان هناك هدوء نسبي في الأوضاع بالنسبة لقرى ومدن الجنوب اللبناني وبعد ذلك كانت هناك الموجة الثالثة والموجة الرابعة التي بدأت من خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه غارات عنيفة إلى محافظات البقاع هذه المناطق التي شهدت سلاسل من الغارات المتواصلة ربما زاد عدد الغارات التي امتدت إلى البقاع الشرقي إلى أكثر من مئة غارة أو طلعة جوية كما تسميها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة تابعلبك وعلى الضواحي القريبة منها والهرم الوحي النبي شيط وسهل سرعين وبدأت منذ قليل الموجة الخامسة من هذه السلاسل العنيفة التي توجهها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الداخل اللبناني ولكن التركيز في هذه الموجة أيضا على محافظة البقاع وليس على الجنوب اللبناني وإن كانت هناك بعض القرى والبلدات في الجنوب اللبناني تشهد في هذه الأثناء بعض من الغارات على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني تحديدا في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني هنا وفي هذه المنطقة في بلدة تارميش الواقعة في القطاع الأوسط في الجنوب اللبناني يعني هناك تحليق مكثفة لطائرات الاحتلال على فترات ربما فترات قصيرة وليست تابيئة بعيدة هذا التحليق على ارتفاعات متوسطة في بعض الأحيان والارتفاعات المتوسطة هي التي تعني وتفسر على عمليات استكشافية وعمليات رصد تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومن ثم بعد ذلك يعقبها تحليق على ارتفاعات منخفضة وبعد ذلك هو مرحلة القصف التي تقوم طائرات الاحتلال بقصف عدة أهداف تابع الحزب الله حزب ما تصرح وسائل الإعلام الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي صرح بأنه استهدف أكثر من 400 موقع تابع الحزب الله حتى الآن في كل الغارات التي نفزت على الأراضي اللبنانية سواء كان ذلك في الجنوب اللبناني أو في محافظات البقع أما إذا ما تحدثنا عن أعداد المصابين والشهاداء حتى الآن فوفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة اللبنانية وصل عدد الشهداء إلى حوالي 492 شهيدا حتى الآن فيما وصل عدد المصابين إلى أكثر من 1500 مصاب حتى الآن فيما أيضا تؤشر بعض التقارير الإعلامية إلى أن أعداد المصابين والشهداء قد يزداد في الساعات القادمة خاصة في ظل استمرار هذه الموجات العنيفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والضربات التي توجهها إلى الداخل اللبناني وتحديدا في مدن وقرى وبلدات الجنوب اللبناني ومحافظة البقع هذه الهجمات التي نفزتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تقتصر على أماكن وتمركزات تابع الحزب الله ولكنها امتدت إلى أماكن مأهولة بالسكان وكما رأينا وتبعنا خلال ساعات نهار الأمس يعني رصدنا استهداف العدد من المدنيين وعدد كبير من الوفيات ربما من الأطفال والنساء بالإضافة أيضا إلى استهداف محيط المستشفى الإيطالي بمدينة تأسور في الجنوب اللبناني نعم طبعا مصطفى يعني بالنسبة لهذه السهدافات التي تطال كما تذكر وكما نعلم تطال المدنيين والسكان المتواجدين في هذه المناطق بالجنوب اللبناني كيف يبدو الحال بالنسبة لتحركات هؤلاء المواطنين وخاصة أن هذه الغارات والموجات الإسرائيلية متتالية يعني مع الساعات الأولى لصباح يوم الأمس كانت هناك سلسلة من الغارات العنيفة التي نفزتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قرى وبلدات الجنوب اللبناني تبع ذلك يعني عملية من عمليات النزوح الكبرى ربما هي التي تعيد الأزهان إلى حرب العام 2006 عندما هجر أهل الجنوب اللبناني كل البلدات والمدن في القطاعات الثلاث الشرقي والغربي والأوسط عمليات النزوح الجماعي خلال ساعات نهار الأمس وما زالت عمليات النزوح مستمرة حتى الآن والطرق ربما يعني تزدحم بأعداد كبيرة من السيارات مئات السيارات على الطرق الواصلة ما بين صيد وصور كل هذه الطرق المكدسة بعديد من السيارات والأهالي الذين فروا من كل هذه الهجمات والغارات التي تنفزها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قرى وبلدات الجنوب اللبناني في طريقهم إلى ملاز آمن وربما يتجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت والمدن القريبة من العاصمة اللبنانية نتحدث عن كل هذه الأوضاع فعمليات النزوح الجماعي مستمرة في ظل استمرار واستدامة ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من هجمات عنيفة على الجنوب اللبناني أيضا محافظة البقاع والتي تشهد عمليات ومهاجمات عنيفة تنفزها قوات الاحتلال الإسرائيلي ربما أكثر من مئة تغارة نفزت على محافظة البقاع حتى الآن وأودت بحيات عشرات من الشهداء فيما رصدته وزارة الصحة اللبنانية والهيئات الصحية التي تحدثت عن عمليات كبيرة تقام في البقاع الشرقي تحديدا من عمليات عسكرية تنفزها قوات الاحتلال وأدى ذلك أيضا إلى عمليات نزوح ولكن هذا النزوح ربما هو الأقل من عمليات النزوح والهروب من بلدات الجنوب اللبناني يعني مصطفى في هذا التصعيد الكبير في الساعات حساني إذا كنت تسمع في هذا التوقيت يعني أسمعه وأسمعه هذه الغرارة أيضا في نفس الوقت يعني هذه هي الرشقات الساروخية التي تنطلق من الجنوب اللبناني ويقابلها السواريخ الاعتراضية التي تنطلق من داخل الأراضي المحتلة التابعة والخاضعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي فيما أيضا هناك بعض عمليات التمشيط التي تجرى على قرى وبلدات الجنوب اللبناني مثل مرون الرأس وعيد الشعب هناك بعض عمليات التمشيط التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وهذا هو المعتاد في هذه المنطقة وفي هذه الأسناء ربما نعاود مرة أخرى عمليات التحليق للطائرات الحربية التابعة لقوات الاحتلال يعني في هذه اللحظات وأنت تحدثنا مباشرة في هذه المنطقة كما نستمع وكما تقول مصطفى إذن هناك موجات من الغرار أيضا أو هذه الرشقات المستمرة في هذه المنطقة أين تتركث هذه الرشقات أو هذه المواجهات وهذا التصعيد لديك بالتحديد يعني الرشقات الساروخية التي تخرج من الجنوب اللبناني تتجه إلى أصبع الجليل والجليل الأعلى وهذه المنطقة هي المنطقة المواجهة تماما للجليل الأعلى في الأراضي المحتلة وغالبا ما تكون كل هذه الرشقات الساروخية في اتجاه ثقنات عسكرية ومواقع عسكرية واستخباراتية تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي واستهداف بعض المصانع التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلية أيضا وكانت بيانات حزب الله خلال ساعات النهار يوم الأمس قد أعلنت عن استهداف سبعة مواقع من المواقع العسكرية التابعة لقوات الاحتلال فيما أيضا قام حزب الله باستهداف بعض المستوطنات أو محيط بعض المستوطنات في الجليل الأعلى وامتدت الرشقات الساروخية لتصل إلى شمال مدينة حيفا وكان هذا هو تطور نوعي في الرشقات الساروخية التي تنطلق من الجنوب اللبناني وتمتد إلى عمق داخل الأراضي المحتلة الخاضعة لسلطات الاحتلال ربما المسافة تزيد عن خمسين كيلو متر وهذا هو ما فسر خلال الثماني والاربعين ساعة الماضية بأن حزب الله قد غير من استراتيجياته في العمق الإسرائيلي واستهدف أماكن وثكنات عسكرية تصل مداها إلى أكثر من خمسين كيلو متر عبر الساروخ التي اعتمد عليها خلال اليومين الماضيين بل هناك حديث حولة ليس فقط خمسين كيلو متر مصطفى لكن الساروخ أيضا من حزب الله وصلت المدى لها إلى أكثر من مئة وعشرين كيلو مترا لأن حتى لأول مرة منذ عام 2006 يتم قصف حيفا وحتى جامعة حيفا أيضا طالها قصف صاروخي من قبل حزب الله وحتى أن أيضا شرق تل أبيب وصل فيها أكثر من مئتي صاروخ إذن هو التجديد حقيقة في القصف من حزب الله طال عدة أماكن أو مدن لم يكن يتوقع أن يطال هذا القصف بالفعل هذا التطور النوعي في المباغتات التي يقوم بحزب الله في الأماكن التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت تقدى بدأت منذ أكثر من 48 ساعة وكانت البداية باستهدافات على مدى أكثر من 50 كيلو متر وتطور كما ذكرت زميلي حسان بالفعل هذا الاستهداف ليصل إلى مسافات تقارب وتزيد عن 100 كيلو متر لذلك فهو تنوع في الاستراتيجية التي ينتهجها حزب الله في مباغتة المواقع العسكرية والاستقباراتية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي أيضا كانت هناك بعض التصريحات الصادرة عن حزب الله والتي عبر عدد من المسؤولين داخل الحزب بأن هذه المرحلة الآن أصبحت هي مرحلة الحساب المفتوح وأن كل الاحتمالات مفتوحة الآن فيما يقوم بي حزب الله من محاولة للرد على كل الاعتداءات والجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية لذلك فالوضع ما بين الطرفين إذا ما تحدثنا عن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية وحددت وسمت هذه العملية التي بدأت في صباح الأمس بسهام الشمال كان هناك أيضا تصريحات في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن صقف التوقعات واستخدام كل الآليات والاستراتيجيات في هذه المرحلة أصبح ممكن في ظل محاولة ردع لحزب الله وهي عملية الردع الكبيرة التي تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تنفذها في هذه الأسناء وربما كانت بعض التصريحات التي قالت بأن قوات الاحتلال استطاعت أن تقضي على أكثر من نصف المنصات الساروخية التابعة لحزب الله ولكن كان الرد من حزب الله بأنه قادر على إيصال الرشقات الساروخية إلى العمق في الأراضي المحتلة التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية وكانت هذه الرشقات بالفعل قد وصلت إلى شرق تل أبيب وشمال حيفا واستهداف عدد كبير من المنشآت العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة في هذا التصعيد الكبير في لبنان في الساعات الماضية مصطفى وأنت متواجد أيضا في هذه المنطقة الساخنة يعني ظهر من حصيلة الضحايا والمصابين في الجانب المدنيين والمواطنين اللبنانيين وبينهم نساء واطفال عدد كبير حقيقة قد يصل أو يرتفع الآن إلى أكثر من 1645 مصابا وجريحا بحسب أيد الحصائيات فمن نتوقع في زيادة هذه الحصيلة وخاصة في أن كل لحظة يزداد عدد الضحايا والمصابين من المدنيين سواء كان من الأطفال والنساء التوقعات بنسبة لهؤلاء نتحدث أولا عن يوم الأمس والذي خلف وراءه أكثر من 1600 مصاب حتى الآن من سلسلة من الغارات المتتالية على الجنوب اللبناني ومحافظات البقاع في الدولة اللبنانية وأيضا وصول عدد الشهداء إلى ما يقارب أو يعني رقم وصل إلى 492 شهيدا حتى الآن وفقا للبيانات الرسمية ولطالما كانت الاستهدافات وسلسلة الغارات التي تنفذها سلطات الاحتلال على الأراضي اللبنانية وتحديدا الجنوب اللبناني ومحافظات البقاع مستمرة ونحن بالفعل نتابع ونرصد الموجة الخامسة من هذه الغارات على الأراضي اللبنانية كانت هناك ترشيح لأن تكون أعداد المصابين والشهداء في زيادة مستمرة لكانت هذه الغارات مستمرة نتحدث عن احتمالية كبيرة بأن تكون هذه الأعداد مرشحة للزيادة وبأعداد أكبر خلال الساعات القليلة القادمة أما إذا ما تحدثنا عن مجمل التصعيد يعني هناك الأقويل التي تحدثت عن بدء التصعيد من العملية الاستخباراتية السيبرانية التي نفذتها سلطات الاحتلال منتصف الأسبوع الفائت والتي بدأت من يوم الثلاثاء وكانت هذه العملية والتي انتدت إلى يومين قد خلفت وراءها أكثر من ثلاثة ألف مصاب بالإضافة إلى ما نراه اليوم يوم الأمس وأول أمس من أعداد من المصابين تجاوزوا أو ربما وصلوا إلى ألفين مصاب حتى الآن لذلك فهذه التقديرات من الإصابات هي مرشحة للزيادة في ظل تصعيد عسكري وصل ذروته في يوم الأمس وربما كان هذا اليوم هو الأكبر من حيث التصعيد والمواجهات ما بين الجانبين سواء كانت من حيث البداية في بداية الحرب على قطاع غزة عندما أعلن الجنوب اللبناني كجبهة دعم وإسناد إلى الأراضي الفلسطينية وإلى قطاع غزة وبعد ذلك تحول الجنوب اللبناني إلى جبهة مقاتلة أو جبهة مواجهة مباشرة تماما مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي وكذلك كان هذا اليوم يوم الأمس ربما هو اليوم الأكبر في التصعيد منذ ما ذكر في أحداث حرب عام 2006 من حيث عديد من المشاهد سواء كانت من حيث الاستهدافات الكثيرة وسلسلة الغارات التي تنفذ التي تنفذ على الأراضي اللبنانية أو على قرى وبلدات الجنوب اللبناني وما تخلفه من أعداد كبيرة من المصابين أو من حيث عمليات الفرار والنزوح الجماعي من قرى وبلدات الجنوب اللبناني هذا النزوح الكبير كما قلت مصطفى الذي شهادته المناطق الجنوبية اللبنانية قراء هذا التصعيد والغارات الإسرائيلية المستمرة أو الموجات التي تحدثنا عنها بلغت موجة خامسة في هذا اليوم طبعا الموجة خامسة عدد كبير من الموجات أو الغارات الإسرائيلية على الناطق المختلفة في الجنوب اللبناني وحتى أن هناك تتحدث الآن هناك أيضا غارات كما تقول مصطفى على المنطقة التي تتواجد فيها في الجنوب اللبناني القصف أيضا للمناطق المأهولة بالسكان في الجنوب اللبناني إصابة المدنيين والنساء والأطفال أيضا هل هذا هو الذي دعا وزارة التربية والتعليم اللبنانية إلى تعليق الدراسة في المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد وأيضا الملحوظ في هذا التطور بالفعل إذا كانت الخطورة في الجنوب اللبناني قد باتت تضرب على كل الأراضي والمدن والقرى والبلدات في الجنوب اللبناني بالإضافة إلى محافظات البقاع وكذلك الحال بالنسبة للعاصمة اللبنانية بيروت التي كانت قد شهدت في ساعات مسائية من يوم الأمس استهدافة للضاحية الجنوبية كل هذه الأمور جعلت وزارة التربية توقف حركة الدراسة في يوم الغد وقبل هذا الإقاف كان هناك قرار من بعض المدارس بفتح المدارس كمراكز يواء في ظل حالات النزوح الجماعي من بلدات وقرى الجنوب اللبناني هناك عديد من المدارس في العاصمة اللبنانية بيروت وفي محافظة جبل لبنان وكثير من المدن اللبنانية قررت أن يتم فتح المدارس بها كمراكز لإيواء ما نزحوا من بلدات وقرى الجنوب اللبناني في ظل هذه الهجمات العنيفة التي كما ذكرت تذكر اللبنانيين بأحداث الحرب في العام 2006 وهذه الأجواء كلها بالفعل جعلت هناك كثير من الخوف لدى المواطنين فيما يتعلق بشق المدارس والشق التعليمي وكان القرار من وزارة التربية بإيقاف المدارس نظرا لحالة النزوح الجماعي أولا ثم بعد ذلك حالة الاضطراب الموجودة في الجنوب اللبناني وحفاظا على الأرواح خاصة وأننا نتحدث بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت مناطق عديدة مأهولة بالسكان والأمر لم يعد قاصرا فقط على الأماكن والتمركزات التابعة لحزب الله أو مخازن الأسلحة كما تدعي دائما سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتتخذ هذا الأمر زريعة في كل ما تقوم به من جرائم سواء كانت ذلك في الجنوب اللبناني أو في الأراضي اللبناني أو في قطاع غزة وكما شاهدنا خلال عام تقريبا على بدء الحرب في قطاع غزة كل هذه الأمور وهذه الزرائع التي تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تكن شافعة لأن يكون هناك أعداد من المصابين والشهداء ما بين المدنيين وكانت هناك استهدافات عديدة لعديد من الأماكن المدنية المأهولة بالسكان وربما كانت الرسالة التي وصلت إلى عديد من المواطنين اللبنانيين في صباح يوم الأمس والتي طالبتهم بالابتعاد عن الأماكن التي بها أسلحة لحزب الله وكان هذا في مجال سخرية كثيرة لدى اللبنانيين الذين تحدثوا كيف للمواطن اللبناني أن يعرف أنه يقتن في مكان به أسلحة تابع الحزب الله لذلك فالخطورة كانت وما زالت حتى الآن واردة على كل اللبنانيين تفاصيل حول تفجير أجهزة الاتصالات الأسركية هذه الموجات المتتلية من الغارات التي وصلت إلى خمس موجات كما نتحدث مصطفى طبعا هناك من يتحدث على أن هذا كانت بمثابة فاجعة لكل اللبنانيين من المدنيين هذه الأعداد الكبير من الضحايا ومن المصابين كيف تبدو مهمة فرق الإسعاف والطور أيضا والمستشفيات لاستقبال مثلها كذا عدد كبير من المصابين والجرح وقد يكون هذا العدد أيضا مرشح للزيادة في القادم بالفعل هذا الرقم حتى الآن مرشح للزيادة في ظل استمرارية قوات الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات على الأراضي اللبنانية سواء كان ذلك في الجنوب اللبناني أو في محافظات البقاء أو حتى في الداخل والعمق اللبناني مثل العاصمة اللبنانية بيروت هذه الإصابات والتي قدرت بداية من الهجمة الإلكترونية الصيبرانية التي نفذتها قوات الاحتلال على الأراضي اللبنانية بشكل عام والتي أدت إلى أعداد إصابات تجاوزت ثلاثة ألف مصاب وفقا للتقديرات الرسمية الصادرة من الدولة اللبنانية ووزارة الصحة اللبنانية وبعد ذلك الهجمات والغارات العنيفة التي تم تنفيذها على الجنوب اللبناني يوم الخميس الماضي وبعد ذلك يوم الجمعة كان الاستهداف للضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت وبعد ذلك أيضا معاودة تقصف بلدات وقرأ الجنوب اللبناني حتى تصعيد يوم أمس الذي هو الأكبر من حيث التصعيد ربما أعداد الإصابات التي تجاوزت آلاف تلقي بكثير من الأعباء على القطاع الطبي في الدولة اللبنانية الذي هو يعاني من بعض المشاكل في الفترة الأخيرة نظرا للظروف الاقتصادية والمشاكل الطاحنة التي يعاني منها لبنان سواء كانت الداخلية والخارجية بالإضافة أيضا إلى الوضع الاقتصادي غير المستقر في لبنان جديد هذا التصعيد والتطورات سوف نكون معك فيها بالضرورة لكن أشكرك الآن كنت معنا مباشرة من رميش بجنوب لبنان مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية في تلك الأثناء أعلن جيش الاحتلال قصف أكثر من 1300 هدف تابعين لحزب الله في جنوب لبنان حيث قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أن حزب الله يخبي أسلحة بعيدة المدى في مناطق مدنية أضاف أن الحزب حول جنوب لبنان إلى ساحة المعركة بحسب وصفه أوضح أن مهمة الجيش الأساسية هي إعادة سكان الشمال إلى ديارهم لافتا إلى أن الجيش سيواصل الهجوم والدفاع في كافة الجبهات وقد أعلنت وزارة التربية اللبنانية تعليق الدراسة في المدالس والجامعات في جامع الحائل البلاد غدا يتزامن هذا مع حركة نزوح كبيرة شهدتها المناطق الجنوبية جراء تصعيد الإسرائيلي وقصت مناطق مأهولة بالسكان يأتي ذلك بعد أن طالب المتحدث باسم جيش الاحتلال السكان جنوب لبنان طلبهم بالابتعاد عن مواقع ومنشآت حزب الله زعما أن الحزب يخفي صواريخ كروز بداخل منازل المدنيين تحذيرات ورسائل عبر الهواتف المحمولة ثم قصف قوي عنيف طريقة إسرائيلية متبعة في الإبادة وإتقان في الإجرام والعضوان تكرار للسيناريو الأحداث في قطاع غزة واتباع لنفس النهج في التنكيل بالمدنيين العزل ودفعهم للنزوح والتشريد واستخدامهم كورقة ضغط دون ملتزام بقوانين دولية أو اتباع لأعراف إنسانية الجريمة ذاتها والفاعل نفسه والطريقة عينها لكن المكان مختلف فبعد جباليا والشجعية والزيتون ورفح صب جيش الاحتلال جام غضبه على سكان جنوب لبنان ووجه فوهات مدافعه وقنابل وصواريخ طائراته نحو بيروت والضاحية الجنوبية والنبطية وصور والبقاع وهكذا فر السكان من الجنوب متوجهين نحو الشمال حاملين ما استطاعوا حمله من أغراضهم علّها تنفعهم في قابل الأيام إذا استمر العدوان ولم يرتدى الاحتلال تماما كما حدث في قطاع غزة إلا أن الفارق الوحيد هناك كان الهرب من الشمال إلى الوسط ثم الجنوب بينما في لبنان النزوح من الجنوب إلى الشمال سكان الجنوب لم يجدوا سبيلا إلا الفرار نداتا بأرواحهم وهربا من قصف الاحتلال الذي حصد أرواح المئات في صبيحة يوم واحد مع إعلانه المتكرر عن مواصلة الكرة مرات ومرات حتى إخلاء السكان وإكبار حزب الله على التراجع إلى ما وراء شمال النهر الليطاني وهكذا يواصل جيش الاحتلال جرائمه من قطاع غزة إلى جنوب لبنان في ظل صمت دولي يغريه بارتكاب المزيد بينما تشتد حدة التوترات وتزداد المخاوف من اتجاه الأمور نحو حرب مفتوحة لن يسلم أحد من عواقبها قال وزير الاتصالات اللبناني جين القرم أن لبنان داخلت الحرب من ما بها الواسع نتيجة للعدد الكبير من الشهداء قرأ للسهدافات الإسرائيلية الأخيرة أضاف لقاهرة الإخبارية أن ما يحدث في لبنان هو عملية احتيال على الشبكات اللبنانية وليس اختراقا حقيقيا للشبكات الرسمية للاتصالات اللبنانية بيصير في خرق للشبكة معناتها أنه الإسرائيلي قدر يفوت على السنترالات اللي موجودة عندنا نحنا بالبلد ويرسل الرسائل من عبرها هالشي مصار يعني اليوم الرمز تبع إسرائيل وتسعة سبعة اثنين هيدا ما بيقدر حدا من هالرقم هيدا من تسعة سبعة اثنين إنما اللي عم بيصير هو عملية احتيالة على الشبكة وهم الشبكة إنه هيدا الرقم عم بيجي من محل تاني ممكن يكون من داخل لبنان ممكن يكون من حالة دولة وهيدا الشي هيدا مبدأ تقنية عالي كتير ممكن تصير من أحدى التطبيقات اللي ممكن واحد يراع على التليفون تبعه ويعمل هالاتصالات هيدا ويهم الناس إنه هو عم بيتوصل من غير رقم وبينما هو يكون عم بيتوصل من إسرائيل تحديدا هذا وقد كشف حزب الله أنه قصف مقر قيادة الفيلق الشمالي الإسرائيلي في قاعدة عين زيتيم وقاعدة مطار رامات ديفيد بعشرات الصواريخ أكد حزب الله قصف المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية الإسرائيلية في قاعدة نمراء بعشرات الصواريخ في وقت سابق أطلق حزب الله رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل وقد سقطت القذائف الصاروخية في أحد الشوارع الرئيسية بالجليل قرب طبارية وقد أفادت مراسلتنا بإصابة خمسة أشخاص جراء الشازاية الصاروخية في مفرق جولاني بالجليل الأسفل فيما تحدثت مصادر أعلامية إسرائيلية عن إطلاق نحو عشر الصواريخ من جنوب لبنان في اتجاه الصفد وفي محيطها إلى فرنسا التي دعت إلى جلسة طارئة في مجلس الأمن حول تصعيد ما بين إسرائيل وحزب الله يأتي هذا في عقاب الغارات المكثفة التي شنتها إسرائيل مؤخرا على مناطق متنوعة في لبنان من المقرر أن تناقش الجلسة تدعيات هذا التصعيد وسبل الاحتواء من الطرفين مباشرة في مارسيليا مرسل قاه الإخبارية خالد شقير معنا أحيك خالد فرنسا تدعو إلى جلسة طارئة في مجلس الأمن حول التصعيد ما بين إسرائيل وحزب الله فكيف يمكن أن تكون تدعيات هذه الجلسة والمناقشات التي تدور فيها نعم حسني بعد التحية يبدو أن تغيير الحكومة الفرنسية لميشيل بارني لم تتغير من خلاله السياسة الفرنسية تجاه لبنان أو تجاه الوضع في الشرق الأوسط حيث صرح جينويل بارو وزير الخارجية الجديد قبل مغادرته إلى باريس إلى نيويورك بأن فرنسا بتطالب الجميع بوقف الاعتداءات فورا وحرصت فرنسا على طلب هذه الجلسة الاستثنائية لمجلس الأمن تخوفا منها على أن تخرج الأمور عن إطار السيطرة والصحف الفرنسية استعرضت الجهود التي لا طالما بزلها الرئيس الفرنسي وكانت آخر رسالة له في التاسع عشر من هذا الشهر عبر صفحته الرسمية من منصف عندما أكد للبنانيين بأن فرنسا تتابع ما يحدث عن كثب وأن فرنسا مشغولة بأمن اللبنانيين وأنها لن تتخر جهدا في وقف الاعتداءات وهذا وقد أرسل الرئيس الفرنسي مبعوث والقاص جون إيف لوردوريون وزير خارجية الأسبق هذا اليوم إلى لبنان ومن المنتظر أن يقوم بالالتقاء ببعض من المسؤولين اللبنانيين فرنسا تحاول إيطاف هذه الاعتداءات الإسرائيلية وبالرغم من أن الصحف الفرنسية تتخوف من الرد الفعل من حزب الله على إسرائيل إلا أن الأمر يبدو أن فرنسا تمارس ضغطها وكان أيضا وزير الخارجية الجديد تحدث بارو قبل مغاطرة العاصمة الفرنسية باريس وقبل عملية التسليم والتسلم مع وزير الخارجية السابق استفان سجورني أكد على أن هذا الملف ستواصل ستواصل فرنسا العمل على نفس الطريق استفان سجورني وسيظن تواجده أو سيضمن تواجده في نيويورك لقائه بالمجموعة الأوروبية وهذه رسالة الحكومة الفرنسية الجديدة كان ميشيل بارني قد تحدث يوم الأمس بأنه للقناة الفرنسية الثانية بأن فرنسا تتفهم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها إذن فرنسا اليوم أيضا الصحفة الفرنسية ولو في جارو أكدت على أن الرئيس الفرنسي سيترك الأمور الداخلية لميشيل بارني وسيتفرر وسيعطي المزيد من الوقت لمحاولة لإيجاد حلحلة في الأزمة وعدم خروج الأمور عن وضعها في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد في جنوب لبنان حساني طبعا يعني فرنسا كما نعلم خالد لها دور طويل في مساندة لبنان وخاصة في أزماتها المختلفة ومنها الأزمة الاقتصادية التي مرض بها في السنوات الماضية طرق ما المتوقع من ردة الفعل أو ما المتوقع من استجابة الدول العالم المختلفة لدعوة فرنسا إلى هذه الجلسة الطريقة في مجلس الأمن لمحاولة تهديئة الأمور أو رأب التصعيد المستمر ما بين إسرائيل وحزب الله فرنسا كانت قد اتهمت حساني من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة حكومة بن يمين ناتنياهو بأنها تقف إلى جانب لبنان فرنسا التي لا طالما قد طالبت بقرار مجلس الأمن 1701 هو احترام الحدود ووضع قوات حفظ الأمن على الحدود ما بين شمال إسرائيل وجنوب لبنان حاولت التهرب من هذا الأمر بإدخال وسيط آخر معهو الولايات المتحدة الأمريكية ولكن التصعيد الأخير من رئيس الوزراء الإسرائيلي وتأكيد على أهمية القيام بعمليات داخل الجنوب اللبناني في إطار حسب الصحف الفرنسية الهجوم خير وسيلة للدفاعة خوفا من هجوم حزب الله على إسرائيل هذا هو السيناريو الذي فرنسا لا تريد الصدام أو الدخول في الصدام مع إسرائيل ولكنها بصورة أو بأخرى بتضع يعني هناك هناك ثمت في كلامك خالد ثمت محاولة لحدى التوازن ما بين لبنان وإسرائيل من خلال هذه التصريحات السياسية للإدارة السياسية الفرنسية وخاصة أيضا للرئيس الفرنسي ماكرون محاولة يعني وضع موازين للتوازن بين الطرفين محاولة نافي الاتهامات بأن فرنسا تقوم من خلال علاقاتها التاريخية بلبنان بمناصرة لبنان وأنها تقضي الصفة اللبناني فرنسا بالفعل لها كثير من العلاقات التاريخية والعلاقات أيضا الثقافية مع لبنان وتعتبر لبنان امتدادا لها في منطقة الشرق الأوسط وهذا ظهر جليا من خلال الرسالة الحقيقة الذي أكد خلالها الرئيس الفرنسي بتواجده معها بعد انفجار بيروت وأنه يتعاطف مع الشعب اللبناني وفرنسا تخشى من هذه العمليات وكانت قد أرسلت وزير الجيوش إلى المنطقة عدة مرات وقالت قد تبنت وجهة النظر العربية بل طالبت الجميع بوقف العمليات العسكرية وبصفة الحكومة الإسرائيلية بل أكدت وتبنت بعض من المواقف العربية بما بينها موقف جمهورية مصر العربية ألا وهي وقف الاعتداءات فورا الهدنة الإفراج عن المختطفين في غزة إدخال المساعدات وحل الدولتين حتى لا تخرج الأمور عن النطاق وتشمل المنطقة حرب وفرنسا لا تريد هذه الحرب الإقليمية التي يمكن أن تمتد نارها لشمال المتوسط وهذا ما تخشى الدولة الفرنسية وهذا ما يحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طارتا بإرسال وزير خارجيوته السابق استفانسو جورني واليوم هناك المبعوث الشخصي له هو جون إيب لوردوليا المتواجد في لبنان ولكن هو له دور خاص جدا وهو القيام بالتواصل مع جميع القوة السياسية داخل لبنان وتبقى الأمور معقدة وسط تعنت من رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين يتنياهو الذي يبدو أنه يلعب على التوقيت حسب الصحف الفرنسية وانشغال الإدارة الأمريكية الوحيدة التي يمكن لها ممارسة الضغط وهي منشغلة بموضوع الانتخابات الأمريكية ولهذا هذا هو السيناريو ولكن الموقف الفرنسي سابت وهو يدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وطورا والدخول في محادثات وفرنسا تدرك أن الأمر هو خطير للغاية وأن إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية هناك تخوفات من رد فعل حزب الله يمكن أن تدخل المنطقة بروماتيا في حرب إخليمية حساني التحرك على المستوى السياسي وخاصة على المستوى الرئاسي من قبل الرئيس مانويل ماكرون الفرنسي كما معروف طبعا خالد تحرك يعني يستلزم جهود أيضا على المستوى الآخر ومستوى الحزب لأحزاب الفرنسية يبقى لها دور طبعا بمثل هكذا تحركات تمس السياسة الخارجية الفرنسية المزاج الشعبي للمواطن الفرنسي أيضا وسائل الإعلام الفرنسية قد يكون لها دور ضاغط بمثل هكذا أمور فكيف يمكن أن تتمهى مثل هذه السياسات سواء كان على المستوى الإعلامي أو الشعبي أو السياسي في محاولة للدعوة أو الإصراع في الدعوة إلى هذه الجلسة الطريقة في مجلس الأمن من أجل التهديئة ما بين حزب الله وإسرائيل حكمة ميشيل بارني الجديدة الرئيس الفرنسي حصل على التواجد في الأحزاب السيادية ما تسمى الأحزاب السيادية مثل حزب عفوا الوزارات السيادية مش الأحزاب السيادية مثل وزارة الجيوش سبستان لكورنوي بقى وزيرة للجيوش وجون نويل بارو وهو أيضا من حزب الديمقراطي وهو حزب وسطي تابع للرئيس ماكرون يظهر أن السياسة الفرنسية لن تتغير الخارجية لفرنسا لن تتغير فيما خصت حتى مع تغير رئيس الحكومة لم تتغير السياسة أو الاستراتيجية يبدو أن هذه الاستراتيجية طبعا مستمرة حتى لو تغير رئيس الحكومة هي مستمرة في تعاملاتها المعمول بها استراتيجيا نحو أي سياسة خارية قد تترأ نعم الموقف لن يتغير عندما كان استيفان سيجورني كان معروف الموقف ووقف الاقتتال حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها حق الدولتين وكانت المطالبة بعدم الدخول في حرب إقليمية ووقف الاعتداءات المتبادلة ما بين قوسين بين حزب الله والجيش الاحتلال الإسرائيليين مع المستوى الشعبي فالفرنسيين عندما يتظاهرون من أجل حقوقهم الآن يرفعون عالم فلسطين وهناك تظاهرات كل أسبوع لدعم غزة ويوم الأربعاء هناك تظاهرة لدعم لبنان هنا في مدينة مرسل وفي بعض من المدن الفرنسية إذن هذه التظاهرات الشعبية هذه التظاهرات الشعبية طبعا وخاصة عندما رأيناها من طلاب الجامعات الفرنسية في السربون يعني حدث التظاهرات طبعا وكنت تعرضها لأن أخذ مباشرة أو تفاصيل هذه التظاهرات من قبل قد يكون لها ثقل على المستوى السياسي أو تؤثر على المستوى السياسي في اتخاذ القرارات الفرنسية بالفعل بالفعل حساني كانت هناك مثلا معرض للأسلحة تم إلغاء مشاركة المصانع الإسرائيلية في هذا المعرض وكان معرض دوليا كانت هناك فرنسا تبنت إجراء عقوبات على المستوطنين الذين قاموا بالاعتداء على بعض من المستوطنين في الضفة الغربية وعدم دخولهم إلى دول مجلس الدول الاتحاد الأوروبي هناك تأثير بالفعل على السياسة في الداخل الفرنسي وعلى الأحزاب الفرنسية التي اتهمت بأنها تقوم بالكيل بميكلين إذا ما نظرنا إلى الموقف الفرنسي إذا ما تعرضت له أوكرانيا وهو موقف كان واضحا ضد الاعتداءات الروسية على أوكرانيا وعندما يتم مقارنته حساني بالموقف إذا ما يحدث في غزة هذا ليس كلامي ولكن كلام وزير الخارجية السابق في عهد جاك شيراك وهو يتحدث لإذاعة فرنس أنتير كان يقول أنه ويؤكد على أن الإعلام في فرنسا لا يتحدث كثيرا دومينيك دوفيلبان لا يتحدث كثيرا عن غزة وقال له يا له منعار صحيح عندما أريد أن أعرف ماذا يحدث في غزة فعلي أن أقوم بالدخول إلى جوجل لعمل عمليات بحث طالب الحكومة الفرنسية باتخاذ مواقف أقصر سرامة وأقصر وضوحا إذا التحديات والإعتداءات الله رحض على حيث الألاف من الأطفال والنساء في غزة والآن في لبنان واضح هذه التفاصيل الكثيرة كنت معنا فيها مباشرة من مرسيريا خالد شقير أشكرك شكرا جزيلا خالد نتابع معكم الآن هذه المشاهد الأولية لقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لبلدة جلالة في البقاع الأوسط بشرقي لبنان كما نرى هذه النيران المشتعلة التي تبدو بصورة واضحة انتقة لهذا الاستهداف الذي نعرضه وكان منذ قليل في البقاع الأوسط بشرقي لبنان الموقات متتالية يقال انها تقترب من خمس موقات من الغارات الإسرائيلية على مناطق متنوعة في جنوب لبنان طالت عدة مناطق ما أدى الى نزوح عدد كبير من المواطنين في هذه المناطق وكما نعرض معكم شرقي لبنان البقاع الأوسط الذي تعرض منذ قليل الى هذه الموقات من الغارات الإسرائيلية قالت الخارجات الأمريكية أن الولايات المتحدة تعمل على مدار الساعة للرسالة واضحة لمنع التصعيد في الشرق الأوسط أوضح نائب المتحدث باسم الخارجات الأمريكية فيدانت باتيل أن واشنطن ما زالت تتحدث مع الشركاء أو الشركات الإسرائيلية الشركاء الإسرائيلية عن أهمية بدل مزيد من الجهود للحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا المدنيين وقد أشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى خلال اجتماعات الجمعية العامة لأمم المتحدة لعقد محادثات مع أطراف لمنع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط ولوقف التوتر على الحدود ما بين لبنان وإسرائيل وقد أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن تواصل المحادثات مع عدة الأطراف لمنع انزلاق منطقة الشرق الأوسط لحرب إقليمية أكدت أن الولايات المتحدة ليست مشاركة في أي من العمليات الإسرائيلية في لبنان سواء كان بالتخطيط أو بالدعم من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبار وحقيقة رامي في هذا التصعيد المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيل وقص فيه في موجات متتالية يعني تعتبر موجة خامسة يعني بحسن مراقبين على أنحاء متفارقة على مدن على قرى في الجنوب اللبناني ماذا يبدو ردة الفعل في الولايات المتحدة الأمريكية لأن الولايات المتحدة الأمريكية بحسب التقارير الإعلامية تقول أنها ترفض هذا التصعيد فما الحقيقة على أرض الواقع مرحبا حساني بالفعل الولايات المتحدة لا تريد أن ترى تصعيدا أو حربا واسعة في منطقة الشرق الأوسط هذا بحسب تصريحات كل الجهات المسؤولة أو كل المؤسسات الرسمية في الولايات المتحدة بدءا من البيت الأبيض مرورا بالخارجية الأمريكية والبنتاجون أيضا ولكن هل ما يحدث الآن من وجهة النظر الأمريكية هو حرب الإجابة لا بالنسبة للولايات المتحدة ما يحدث الآن هو عبارة عن توتر متصاعد ما بين إسرائيل وما بين حزب الله وهنا يعني ندقق في التسمية التي تستخدمها أو توصفها الولايات المتحدة وهي توتر ما بين إسرائيل وحزب الله أي أن لبنان ليست طرفا في هذا التوتر من وجهة النظر الأمريكية لذلك ترى الولايات المتحدة أن ما تفعله إسرائيل الآن يأتي في إطار الدفاع عن النفس ولكنها في نفس الوقت تخشى أن يؤدي ذلك إلى انزلاق المنطقة في تصعيد أكبر وفي حرب أوسع تشارك فيها أطراف إقليمية هل هذا رامي في هذه نقطة بالتحديد دبلوماسيا لو تسمح لي رامي هل هذا أو هذه نقطة بالتحديد التي تتحدث عنها التخوف من الانزلاق إلى حرب إقليمية موسعة هو الذي دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن ترسل قوات إضافية في المنطقة في هذا التوقيت ما المهمة لهذه القوات هذه المهمة لم يضح البنتاجون في الحقيقة قال أنه سيرسل قوة صغيرة إضافية إلى المنطقة في ظل التوتر الحاصل ولكن المهمة التي ستطلع بها هذه القوات لم يتحدث البنتاجون عن تفاصيلها وإن استطاعت بعض وسائل الإعلام الأمريكية الحصول على معلومات من مسؤولين دفاعيين بشأن هذه المهمة وهذه المهمة في الحقيقة ليست بهدف منع الحرب هي بهدف الإجلاء ستكون هذه المهمة لهذه القوة الصغيرة هي الاطلاع بخطط إجلاء الرعاية الأمريكيين من لبنان إذا ما اتخذ قرار سياسي أمريكي في هذا الصدد والولايات المتحدة عادة في مثل هذه النزاعات ما تتردد كثيرا في مسألة الإجلاء لما تنطوي عليه هذه المسألة من مخاطر ولذلك هي دائما تفضل من كل التجارب السابقة تفضل دائما أن يبقى الرعاية الأمريكيون في مكان آمن مثل ما حدث في السودان عندما يعني إذا ما كنا نتذكر أن يبقوا في مكان آمن قدر الإمكان ويتجنبوا التحرك في مناطق الاشتباكات وهذا أفضل من محاولة إخراجهم من أماكنهم ومحاولة إجلائهم مما قد يعرضهم للخطر لذلك هذه القوة قد تطلع بعمليات إجلاء إذا ما قررت الولايات المتحدة ذلك هذا واضح في التفاصيل لذلك أشكرك على كل هذا كنت معنا فيه مباشرة من واشنطن رامي جبر مراسل القاهرة الإخبارية شكرا رامي أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تصاعد حدة التوتر على الحدود الأممانية الإسرائيلية مع سقوط عدد كبيرة من المدنين أكد المتحدث بسنظمة الدولية ستيفان ديوغاريك أهمية إفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية لحل هذا الصرع إن الرسالة التي واجهها المنصق الخاص رئيس قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هي أنه لا يوجد حل عسكري من شأنه أن يجعل أي من الجانبين أكثر أمانة ومع تعرض سلامة المدنيين على جانبي الخط الأزرق واستقرار المنطقة للخطر فلابد من إفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية للنجاح ويتعين على جميع الأطراف أن تحترم مسؤولياتها في حماية المدنيين وضمان سلامة وأمن جميع وأصولها التي ستجعل أمام المتحدة سايفر ما الذي يجري في مقر الأمم المتحدة في نيورك ياسر نور الدين مراسل قهر الإخبارية معنا في تلك التفاصيل وما الذي يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة لمحاولة تهديتي هذا الصرع ياسر أحييك الأمم المتحدة تعرب عن القلق من تصاعد التوطر ما بين حزب الله وإسرائيل فما الذي يجري وكيف يمكن أن تقوم الأمم المتحدة بلعب دور واضح من أجل الحل الدبلوماسي بعيدا عن الصراع الممتد خالص التحية لك حساني وللسادة المشاهدين بالفعل بعد هذا التصيد وهذا الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان وعلى لبنان بشكل عام كان هناك تصريحات عديدة على رأسها أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة والذي تحدث عن قلقه وخوفه البالغ من هذا التصعيد ومسألة اتساع رقعة الصراع كذلك أيضا كانت المتحدثة رافينة شمدساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان هي الأخرى قالت بأننا قلقون عن هذا التصعيد الذي تقوم به إسرائيل وكذلك تحدثت شمدساني بأنه كان هناك تحذير من مكتب حقوق الإنسان في وقت سابق على اتساع رقعة الحرب وهذا ما يشاهده مكتب حقوق الإنسان من خلال هذه الهجمات الإسرائيلية أيضا كانت السلطات أو المفوض فولكر توريك كان يوم الجمعة الفائثة حسيني قد وصف ما يحدث في جنوب لبنان والهجمات الإسرائيلية بأنه خرق للقانون الدولي وأنه يعتبر جريمة حرب هذا ما وصفه في جلسة مجلس الأمن التي كانت معدة من لبنان بطلب من لبنان وقامت بها تقديمها الجزائر واتفق تقريبا كل الحاضرون من الخمسة عشر دولة على إدانة هذا الهجوم الذي اعتبر يعني هجوما وتحديثا سبراني جديد في الحرب الإلكترونية أما أيضا الصحف الأمريكية في هذا السياق حساني كانت قد ذكرت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو كان قد خرج بفيديو باللغة الإنجليزية على الشعب اللبناني وقال بأن هذه الحرب حرب إسرائيل ليست مع الشعب اللبناني ولكنها مع حزب الله ودعا الجيش الإسرائيلي أن يبتعد المدنيون عن الأماكن التي يتواجد فيها حزب الله أما البنتج كان قد صرح أيضا في وقت سابق بأن هناك يعني تعزيز القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بقوة صغيرة لم يذكر البنتج يعني لماذا هذه القوة ولكنه أكد أنه من محاولة لتحسب لتساع رقعة قيل قيل أن هذه القوة مهمتها هو إجلاء الرعاية الأمريكيين لو حدثها جديد أو مثلا ازدادت حدة الصراع أو التوتر نعم حساني يعني الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة يعني 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 دعني أرجع لبداية سؤالك ماذا تفعل الأمم المتحدة الأمم المتحدة تستطيع أن تفعل الكثير هي والولايات المتحدة الأمريكية هناك قرارات عدة من مجلس الأمن تستطيع أن توقف آلة الحرب الإسرائيلية ولكن يخرج علينا نائب المندوبة الأمريكية في جلسة مجلس الأمن الفائتة ويتحدث بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ولكن ها أيضا في هذا السياق تتبرأ من أنها تكون قد مدت إسرائيل بأي معلومات في هذه نقطة بالتحديد نحن نعرض أن البنتجون يعني في العاجل عبر الشاشة القهوة الإخبارية البنتجون يتحدث على أنه لم يتم المشاركة في أي من العمليات التي تقوم جنوب لبنان يعني هنا أيضا تضربات في الحقيقة فيما يحدث في هذا الأمر حسني الصحف الأمريكية منذ هذه الهجمات كانت قد أوردت في أكثر من صحيفة مثل واشنطن بوست على سبيل المثال وأيضا وولد ستريت جورنال مقالة كبيرة تفسر هذه النقطة تحديدا حيث أنه كان هناك بعض المعلومات بأن الموساد الإسرائيلي يتعاون ويستقي كل المعلومات من الـ CIA الأمريكي وأيضا جهاز المخابرات الألماني والفرنسي والبريطاني هذا ما نفته الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول أن تنفيه ولكن الحقيقة التي لا تخطئها عين بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي ضليعة بشكل غير مباشر سواء في الحرب على غزة أو في الحرب الآن في لبنان حيث أنها تستطيع أن توقف إسرائيل بأي شكل من الأشكال ولكن لا تقوم بدورها المنوط بها كدولة عظمة ودولة حليفة لإسرائيل أيضا لا يفوتني أن أذكر لك أيضا تصريحات وزير الخارجية والهجرة وشؤون المغتربين المصري بدر عبد العاطي والذي تحدث بأن الدولة المصرية تقف جنبا إلى جنب مع الأشقاء في لبنان كذلك كان هذا بالأمس أيضا على مقابلة مع الوزير المصري كذلك أيضا اليوم كان هناك للوزير المصري لقاء مع الرئيس محمود عباس وكذلك أيضا رئيس الوزراء الفلسطيني أيضا محمد مصطفى وأكد على هذه المعاني وأكد أنه يحمل رسالة قوية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه بالفعل هناك كل التلسيق وهناك كل الدعم المصري سواء للجانب الفلسطيني أو الجانب اللبناني أشكرك حول هذه التفاصيل كنت معنا فيها مباشرة من نيويورك ياسر نوردي مرأس القاهر الإخبارية أشكرك ياسر إلى هنا تنتهي معكم هذه التغطياء المباشرة حول جديد ومستحدث التطورات في جنوب لبنان التوتر ما بين حزب الله وإسرائيل في هذه المنطقة وكيف أدى إلى ضحايا ومصابين وقرحة وتغطية تستمر وأيضا الجولات الإخبارية تستمر معكم حول ما يمكن أن يحدث في القادم هنا القاهرة الإخبارية شكرا لكم إلى ملتقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر